سيكون شعارنا جعل أمريكا عظيمة مجددا هذا الشعار الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 وعاد لاستخدامه في حملته الانتخابية الحالية هذا الشعار لم يكن بدعة من ترامب فالحقيقة أن الشعار أطلقه الرئيس الأسبق رونالد ريغين في حملته الانتخابية عام 1980 فهل عادت أمريكا عظيمة من جديد؟ سؤال تجيب عليه الاتهامات المتبادلة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن التي أطلق فيها المرشح الديمقراطي رصاصته الأخير على ترامب قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية موجها كلمته للجماهير أي دولة تتدخل في الانتخابات الأمريكية أي أن كانت هذه الدولة ستدفع الثمن كل ما جرى في الانتخابات السابقة لن يتكرر في الانتخابات الحالية نحن نعلم أن روسيا تدخلت والصين تدخلت أيضا والآن عرفنا أن إيران تتدخل كلهم سيدفعون الثمن إذا نجحت في الانتخابات سأعيد السيادة الأمريكية ترامب المأزوم مجددا مع الاتهامات بتدخل روسيا لصالحه في الانتخابات التي أوصلته للبيت الأبيض لا يزال يعاني من محاكمات وشهادات أمام الكونغرس وشهد فيها محاميه السابقة هذا الجدل الدائر منذ أربع سنوات جعل الناخب الأمريكي يفقد الثقة في العملية الانتخابية بالكلية سيما وأن استطلاعات الرأي التي تضخ عبر وسائل إعلام في الغالب تكون مسيسة لم تترجم الوضع الحقيقي للمرشحين الرئاسيين في أكثر من انتخابات سابقة ومنها الانتخابات الأخيرة التي فاز بها ترامب فالناخب المتأرجح الذي طالما تحدث عنه المراقبون في الانتخابات الأمريكية اتسع الشريحته بعد إن باتت الدول تتدخل في تمكين رئيسه أموال روسية وأخرى إيرانية وثالثة صينية كلها تدفع لعدم الثقة في رئيس أمريكا القادم طالما فقد استقلاليته وفقلت معها أمريكا قدرتها الحقيقية لقيادة العالم بعد هذا الوضع هل سيستطيع ترامب أن ينقذ أمريكا مما وصلت إليه؟ وهل تعود أمريكا عظمى كما يدعي ترامب أو منافسه بايدن؟